ارتفاعات على درجات حرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد اللوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم سارت أجواء مائلة البرودة في أغلى مناطق المملكة خلال ساعة النهار مع سيطرة الأجواء مشمسة ومستقرة بشكل عام لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة بإن الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا مع اقتراب لكتلة هوائية دافئة من القارة الإفريقية باتجاه منطقة بلاد الشام تفاصيله نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم يوم الجمعة تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام تقسماء للبرودة بشكل عام خلال ساعة النهار بارت بشكل لافت خلال ساعة الليل مع سيطرة الأجواء مشمسة ومستقرة بشكل عام لكن اعتبار من يوم السبب لاحظوا هذه الكتلة الهوائية الدافئة التي تقترب من القارة الإفريقية عبر الأراضي المصرية ثم لاحقا نحو شرق البحر البيان المتوسط ومنطقة بلاد الشام تام العرتفاعات واضحة على درجات الحرارة اعتبار من يوم السبب لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يسود طقس نستطيع أن نقول معتدل خلال ساعة النهار يبقى بارد خلال ساعة الليل يميل للحرارة نوعا ما خاصة يوم الأحد خلال ساعة الظهيرة والعصر في أغلب مناطق المملكة وبالتالي كما ذكرنا بداية الأسبوع ستكون ذات درجات حرارة أعلى من معدلاتها المثل هذا الوقت من العام مع سيطرة الأجواء المستقرة في عموم المناطق توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع أجواء باردة بشكل لافت عشر درجات مئوية فقط كحرارة مقاس أما المحسوسة تسع درجات مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة غربية الاتجاه توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة يوم الجمعة سبعة عشر درجة مئوية مع أجواء صافية أما الصغرى عشر درجات مئوية تقترب الكتلة الهوائية الدافئة من المملكة يوم السبت ترتفع لتسجل واحد وعشرين درجة مئوية أما الصغرى عشر درجة مئوية وتواصل ارتفاعها يوم الأحد تسجل اتنو عشر درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى ні 45 درجة مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الجمعة نبدو أهم من المنطقة الشمالية المفرق تسع تحتار يلا تسع اربة تسعتاش الى اتناش جارج عشرين الى احداش مع أجواء صافية مع أجلون سبعتاش الى ή اتناشر درجة مئوية المنطقة العوسطى الزرقاء تحرق عشرين الى عشر البلقاء ثمنتاش الى تلتاش عمان 17 إلى 10 مأدبة 19 إلى 10 والبحر الميت 26 إلى 19 درجة مئوية وبالتالي الرحلات في البحر الميت يوم غدا الجمعة ستكون مناسبة بشكل عام كون الأجواء ستكون معتدلة تميل للحرارة خلال ساعات الظاهرة والعصر المنطقة الجنوبية الكرك 18 إلى 10 طفيلة 17 إلى 11 الشوبك 15 إلى 9 معان 20 إلى 9 والعقبة 27 إلى 17 درجة مئوية مع أجواء مشمسة المنطقة الشرقية الأزرق 22 إلى 8 الصفاوي 21 إلى 7 ورويشد 21 إلى 8 درجة مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا نهاية أسبوع السعيدة نتمنى لجميع اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة